نذهب إلى مدينة العيون ينضم إلينا من هناك الزميل النعمة ماء العينين النعمة كيف تسير عملية التصويت وما هو حجم الإقبال الذي تراحب نعمة ماء العينين سألتك عن مجريات العملية الانتخابية في المكتب الذي توجد فيه أنت ومستوى الإقبال منذ الساعات الأولى كما قلت محمد في المراسلة السابقة المشاركة كثيفة جدا لكنها تضعفت الآن بشكل كبير وقصد تجاوز الازدحام في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية من جاهة كورونا هناك عملية سهلة من أجل معرفة مكتب التصويت وهي إرسال رسالة رقم البطاقة الوطنية في رسالة اسمس في رسالة قصيرة رقم 2727 كما قلت يعني العملية مستمرة مشاركة كبيرة من الشباب ومن الشيوخ في الأقل المجنوبية وعلى العادة الساعات الأولى هنا يعني دائما تعرف مشاركة كبيرة للناخبين والتصويت وأنا كما قلت في الوقت السابق لازلت موجود في أكبر مكان انتخابي الذي ضم أكثر من 22 مكتب ومشاركة حوالي 14 ألف مسجل في هذا المكان وفي هذه المدرسة التي أتواجد بها وهي مدرسة المرابطين بقلب مدينة العيون هناك العديد من الأرقام لكن سنحاول إعطاء بعضها في كل مراسلة بالنسبة للانتخابات الجماعية على مستوى إقليم العيون يتبارى 124 مرشحا ومرشحا ضمن 28 لائحة للفوز ب43 مقعدا مخصصا لجماعة العيون و250 مقعدا مرشحا بالاختراع الفردي للظفر ب76 مقعدا بالجماعات الترابية المرصى بوكرا ودشيرا وفم الوات شكرا جزيلا لك زميل نعم ماء العينين حدثتنا من العيون وواضح جدا في الصورة من خلفك أن هناك حركية دؤوبة أن هناك إقبال من المواطنين كما نشاهد في هذه المنطقة التي قال مفدنا نعم ماء العينين أنها تشكل أكبر لنقل مركز اقتراع التي تضم العديد من مكاتب التصويت والهيئة الناخبة المعنية بها أكثر من 14 ألف ناخب وناخبة نلاحظ مواطنين يدخلون إلى هذه المراكز وآخرين يغادرون هذه المراكز بعد أن أدلوا بأصواتهم لعلها من الصور لنقل أكثر دينامية من قياسا إلى كل الجهات التي شاهدناها إلى حد الآن على مستوى التعبئة وعلى مستوى المشاركة هناك فئات متنوعة ترجمة نانسي قنقر